المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الإمام الثاني عشر من ولد النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله اسمه المبارك محمد لقبه الشريف المهدي قنيته أبا صالح والده الإمام الحسن العسكري عليه السلام أمه السيدة نرجس حفيدة قيصر الروم كانت ولادته المباركة في الخامس عشر من شهر شعبان عام مئتان وخمسة وخمسين للهجرة وذلك في مدينة سامراء في العراق له عدة ألقاب منها صاحب الزمان والقائم وهو لا يزال حيا إلى يومنا هذا ولد الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف في ظروف ضاغطة وقاهرة بسبب رقابة السلطة على الإمام الحسن العسكري عليه السلام شاءت إرادة الله عز وجل في أن تكون ولادته إعجازية إذ لم تظهر آثار الحمل على والدته السيدة نرجس إلا في الليلة التي ولد فيها صلوات الله عليه وبذلك خفي أمر ولادته إلا على جماعة قليلة من الموالين المخلصين عاش الإمام المهدي في ظل أبيه الإمام العسكري عليهما السلام خمس سنوات من يوم ولادته سنة مئتان وخمسة وخمسين للهجرة حتى يوم استشهاد أبيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام سنة مئتان وستون للهجرة بعد استشهاد الإمام العسكري عليه السلام توارى الإمام المهدي عن الأنظار في غيبة سميت الغيبة الصغرى ودامت سبعين سنة وكان الإمام يتصل بالناس عبر أربعة نواب عرفوا بالسفراء وهم عثمان بن سعيد العمري محمد بن عثمان العمري الحسين بن روح النوبختي وعلي بن محمد السماري وامتدت الغيبة الصغرى منذ سنة مئتان وستون للهجرة حتى وفاة السفير الرابع سنة ثلاثمائة وتسعة وعشرين للهجرة عندها بدأت الغيبة الكبرى حيث تحولت فكرة النيابة من أفراد منصوص عليهم إلى خط عام هو خط المرجعية والتي ستمتد حتى يأذن الله تعالى عَفْتَ عَاً عَفْتَ عَnellies عَخْفَ عَيْدِ عَخْفَ اشتركوا في القناة